السلام عليكم متابعي دراما سبورت ألف مبروك لمنتخبنا من زمان ما حكينا هاي الكلمة مبروك للمنتخب عموما مع الكابتن غسان معتوق إلى الآن منتخبنا ما تعرض لأي خسارة فزنا على منتخب لبنان وتعادلنا مع العراق وحاليا عم بنفوز على منتخب طاجكستان بمباراة ودية بنتيجة 1-0 بغض النظر عن الأداء بغض النظر عن المنتخب المنافس الفوز دائما نحتاجه على الأقل حاليا لأن نفسيا المنتخب بيحتاج لهذا الفوز بعد كل الكوارث اللي صارت مع المنتخب بالتصفيات الآسيوية وحتى من بداية كأس آسيا بال2019 لا لا عام 2022 يعني إلنا ثلاث سنوات عم بنعاني عم بنعاني من نتائج المنتخب من مستوى المنتخب كنا عم بنطالب بالأداء فما شفنا لا أداء ولا نتيجة حاليا عم بنحاول نتأقلم مع النتائج فقط فلما بنشوف فوز للمنتخب أكيد هذا الشي بيفرحنا موضوع الأداء ممكن نحكي عنه يعني إجباري لازم نحكي عن الأداء هذا الشي مفروغ منه بس نتيجة الفوز أكيد مهمة للمنتخب بأي شكل من الأشكال نحن حاليا بنحتاج للفوز فقط لحتى شوين نرتاح نفسيا نشتغل على انتصارات حتى لو قدام منتخبات بسيطة نعم بنحتاج لمنتخبات قوية نلعب معها بس منتخب طاجكستان كبداية كمان الأمر مهم أنك تلعب مباراة شوي خفيفة على العموم قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا ما عم توصلكم لإشعارات تعملوا اشتراك بالقناة تفعلوا زر الجرس ولا تبخلوا علينا باللايك يلا على التفاصيل طبعا يا شباب المباراة ما كانت منقولة على أي قناة وصفحة رابطة المشجعي المنتخب السوري بالإمارات مشكورين عرضوا المباراة وبثوا المباراة بشكل مباشر فتمكننا من متابعة المباراة حتى لو كانت بكاميرا وحدة لكن المجهودات اللي عم بيعملوها شباب الرابطة يشكرون عليها دائما ودائما منحكي عن هذه الرابطة الملتزمة المميزة اللي عم بتساند المنتخب على الحلوة والمرة فمباراة ودية وشفنا عدد مقبول من المشجعين حضروا المباراة وشجعوا المنتخب على العموم المنتخب لعب بتشكيلة تقريبا فينا نقول متوقعة بحراسة المرمى أحمد مدنية قلبي الدفاع ثائر كرومة وسعد أحمد ظهير اليسار خالد كردغلي ظهير اليمين حسين جويد لعيبة الارتكاز كامل إحميشة ومحمد عنز عجيها اليمنى كجناح يمين شفنا عبد الرحمن ويس وعب جهة اليسرى فهد اليوسف نصوح نكدة لك صانع ألعاب وبالمقدمة عمر السومة طبعا التشكيلة منسجمة لازم تكون منسجمة لازم ما نلاقي أي مبرر لعدم الانسجام لعدم الحديث بأن هذا المنتخب عم بيتطور أو هذا المنتخب قيد التجريب لأن كل هاللاعيب المذكورين لعبوا مع بعض لهم ثلاث سنوات عم بنشوف نفس القائمة ونفس التشكيلة فموضوع الحديث عن عدم الانسجام هذا الموضوع ما لازم نحكي فيه أبدا وبصريح العبارة يا شباب الشوطة الأول ما شفت منه غير هدف عمر السومة من كرة ثابتة يعني الحسنة الوحيدة بالشوطة الأول هدف عمر السومة بالتخصص وهذا دليل بين منتخبنا غير قادر على عمل أي فرصة وعمل أي هجمة منظمة فسجل من كرة ثابتة استغل فيها موهبة اللاعب بالتزديد هدف كان هدف الفوز للمنتخب بالنهاية فزنا بنتيجة 1-0 لكن إذا بنا نحكي عن مستوى المنتخب كيف لعب المنتخب وكيف ليش أو ليش عم بحكي بشكل عام عن موضوع الانسجام أو ما لازم نلاقي مبررات لعدم الانسجام لأن بصريح العبارة بالشوط الأول تحديدا كان فيه بطء باتخاذ القرار أي لاعب بتكون معه الكرة بطيء جدا باتخاذ القرار شو معنى أنه بطيء باتخاذ القرار لا يعني أنه اللاعب عم بيفكر عم بيفكر كيف يمرر للاعب آخر ليش هذا التفكير يعني ليش عم بنلاقي هذا البطء الشديد وكأن أول مرة عم بيلعبوا مع بعض وهذا الكلام فينا نحكيه عن كل اللاعبين اللي تواجدوا بالشوط الأول كل اللاعبين اللي تواجدوا بالشوط الأول كانوا بطيئين باتخاذ القرار الكرة بتضل مع اللاعب لحتى يضغط عليه اللاعب الطاجيكي وبعده أما بشتت الكرة بشكل غريب وعجيب أو كرة طويلة وانتهى الموضوع فبالتالي كان فيه نوع من عدم التفاهم عدم الانسجام هذا الأمر كان مستغرب بالنسبة إليك كشخص يعني عم بيتابع المنتخب على الأقل بآخر ثلاث سنوات عم بنتابع نفس التشكيلة فبالتالي موضوع عدم الانسجام هذا الأمر اللي حيرني بصراحة على العموم يا شباب الشوط الأول ما شفنا فيه غير هدف عمر السومة يعني هدف عمر السومة هو الحسن الوحيد بالشوط الثاني دخل إبراهيم عالمة مكان أحمد مدنية حارس مرمى محمد ريحانية كمان دخل بالشوط الثاني مكان نصوح نكدلي ما شفنا أي إضافة يعني ممكن حاول المنتخب يسرع من الريتم يحاول تسريع من التمرير اللي حكينا عنه بالشوط الأول ممكن توجيهات من الكابتن غستان معتو لكن هاي السرعة أدت إلى أخطاء فبالتالي نحن هون أمام أما تكون بطيء وتصير الكرة طويلة ومشتتة أو تسرع اللعب وتعمل أخطاء بالتمرير فما ما لقنا أي تغيير ممكن مع دخول محمد حلاء ومحمد المرمور شفنا منتخبنا تحسن تدريجيا كان في استحواز لمنتخب طاجكستان كان استحواز سلبي ما فينا نقول كان منتخب طاجكستان ضاغط على منتخبنا أو أفضل من منتخبنا كان في استحواز لكن هذا الاستحواز ما فينا نسميه استحواز أساسا فقط التناقل للكرات من دون أي معنى ومن الشوت الثاني إذا حكينا عن بعض الأمور الإيجابية فآخر خمس دقائق شفنا المنتخب عم بيقدم لمحات عم بيعمل شيء عم بيعمل شيء بكرة القدم يعني عم بتتابع منتخب عم بيعمل هجمات على الأقل فشفنا هجمة عمر السومة محمد حلاء محمد ريحانية سدت تزديدة طبعا صاد فيها العصافير لكن بشكل عام انت لما بتشوف تزديدة بتشوف هجمة بتشوف ترتاح يعني ما بدنا نتابع مباراة ملل بملل وخلص انتهت المباراة على واحد صفر وانتهى الموضوع يعني بالنهاية أي مشجع أي متابع حابب تشوف كمان شوية كرة قدم بشكل عام دفاعنا ما تم اختباره بالشكل الكبير يعني ثائر كرومة وسعد أحمد خالد كردغلي حسين جويد أدى مباراة جيدة ما كانت في أخطاء تذكر من الرباع الدفاعي بشكل عام ثائر كرومة وسعد أحمد دائما منشوف تألق واضح لهذا الثنائي لما بيلعبوا مع بعض خالد كردغلي كمان ما كان سيء بالتغطية حسين جويد كمان كان أفكار دفاعية مطلقة بخط دفاعنا ما كان فيه توجه لخالد كردغلي أو حسين جويد بالتقدم للأمام أو المساند الهجومية بالنسبة لخط وسط منتخبنا كامل حميشة ومحمد عنز كامل حميشة كان أميز من محمد عنز بموضوع افتكاك الكرة لكن اللاعبين وللأمان الشديدة أخطاء بالجملة بالتمرير فإذا لعيبة خط الوسط والارتكاز عم بيعملوا أخطاء بالتمرير فهون فيه كارثة عم بتصير والمشكلة الأساسية لنا ثلاث سنوات سنتين عم نلعب بكامل حميشة ومحمد عنز بخط وسط الارتكاز وما عم باللاقي البدائل ما عم باللاقي اللاعبة لا من الدور السوري ولا من المحترفين المحترفين أما ما بيتم استدعاء محمد عثمان أو أي لاعب تاني وكمان من الدور السوري ما عم نلاقي خالد مبيض أو لاعب آخر ممكن يلعب بهذا المركز ويحسن من هذا المركز لأن بصريحة العبارة نحن كانت مشكلتنا الأساسية بحراسة المرمى هلأ صرنا عم بنفكر حتى بخط وسط الارتكاز بعد ما حسننا نوعا ما بالدفاع بتواجد سعد أحمد وثائر كرومة فالموضوع قيد المدرب القادم قيد الكابتن غسان معتوق لازم تشتغلوا على خط وسط الارتكاز في أخطاء بالتمرير واضحة وفاضحة جدا يعني قدام منتخب طاجكستان ممكن هذا الشيء ما يكون ظاهر للعيان ما بيأثر بشكل عام لأن منتخب طاجكستان ما عنده شيء يعطي بس قدام منتخب آخر رح تلاقي فيه أهداف على منتخبنا بشكل غزير نسبة لفهد اليوسف وعبد الرحمن ويس كنت منتظار شيء أفضل من الشيء اللي شفنا واضح جدا من عبد الرحمن ويس إلى الآن ما نجاهز بدنيا بنسبة 100% وكمان أدوار عبد الرحمن ويس واضح جدا بين الكابتن غسان معتوق طلب من عبد الرحمن ويس وحسين جويد عدم اللعب بشكل هجومي كانت الواجبات دفاعية أكتر مما هي واجبات هجومية فهد اليوسف كانت واجباته أكتر هجومية كنت منتظار المساندة دائما من خالد كردغلي يعني دائما يتقدم مع فهد اليوسف طالما الجهة الأخرى الجهة اليمين حسين جويد وعبد الرحمن ويس عندهم مهام دفاعية فلازم الجهة اليسرى تكون شغالة هجوميا فكان فهد اليوسف وحيد عم بيلعب وحيد بالجهة اليسرى بمهام هجومية وهون لما منحكي عن الجهة اليسرى جهة فهد اليوسف بمهام هجومية فنصوح نكدة لي كصانع ألعاب طالما أنت شايف بين فهد اليوسف عم بيتحرك للأمام لازم تقرب لفهد اليوسف تكون قريب من فهد اليوسف تكون قريب من كامل حميشة ومحمد عنز حسيت نصوح نكدة لتائه بالملعب مو مو بأجواء المباراة عم بيفكر بأمر آخر لأن لاعب صانع الألعاب لازم يكون دائما قريب من لاعب خط وسط الارتكاز إذا استلم الكرة أو من لاعب الجناح اللي عم بيشتغل بالأدوار الهجومية فما كنا عم نلاقي هذا الشيء من صانع الألعاب لمهمته الأساسية يستلم الكرة من هاللاعبين وبعدها يحاول تمرير الكرة للمهاجم أو تغيير جهة اللعب يعني فيه فيه أدوار عديدة ما عمل منها أي شيء نصوح نكدة لي طبعا فيما يخص البودلاء فينا نحكي عن الريحانية الحلاء والمرمور الريحانية أول عشر دقائق أول ربع ساعة من الشوت الثاني ما ظهر كان فيه أخطاء بالتمرير كان فيه تأخر بالتمرير أحيانا بس بعدها يعني شفنا نوعا ما الريحانية عم بيتحرك وعم بيفوت بالأجواء محمد حلاء كان مميز باستلام الكرة وبيبي محاولة تسريع اللعب كان جيد نوعا ما محمد المرمور يحسب لها التمرير الجيد اللي عملها لعمر السومة اللي كان ممكن يسجل فيها الهدف الثاني بالنهاية يعني هالهل الثلاثي أعطى نوعا ما اللعب الهجومي للمنتخب بالشوت الثاني على الأقل بآخر خمس دقائق بالنسبة لعمر السومة فأكيد الحديث عن هدف عمر السومة شفتوه يعني هدف رائع جدا وهدف معتادين يعني الشي اللي حابب أحكيه عن هذا اللعب تحديدا كابتن المنتخب بالفعل يستحق الإشادة وبظن حتى رابط المشجعين اللي هتفت ضد اللاعب بالتصفيات حاليا عم تهتف مع اللاعب بمباراة ودية فبالتالي أكيد عمر السومة مدرك تماما بأن أي مشجع سوري دائما بيحتاج لعمر السومة دائما بيحتاج لأهداف السومة وكمان المشجع السوري بيعرف قيمة السومة لذلك ما في أحقاد أو ضغينة تجاه اللاعب على العكس تماما أنا من الناس اللي أرفض تماما موضوع بأن خلص عمر السومة ما لازم يلعب مع المنتخب لا عمر السومة قادر على العطاء مع المنتخب عمر السومة إلى الآن عنده الإمكانيات للعب مع المنتخب فبالتالي موضوع تسجيل عمر السومة هذا الأمر بديهي جدا بالنسبة لي أنا معتاد على هذا الشي عمر السومة دائما المنقذ دائما اللي شايفينه المنقذ وأكيد تحسب له عودته للمنتخب بمباراودية تحسب للعب اللي كان ممكن يرفض المشاركة أو يقرر الاعتزال لا عاد ولعب مع المنتخب بمباراودية وتألق وهذا الشي اللي كنا نتمناه من عمر السومة وبالفعل عمله بالفعل عمله يستحق فيه الإشادة على كل حال ألف مبروك لمنتخبنا فوز ممكن ينبنى عليه بشكل أو بآخر نفسيا موضوع التشكيلة موضوع طريقة اللعب إلى الآن نحن سيئين نحكيها بكل صراحة نحن سيئين جدا لكن نفسيا هذا الفوز مهم جدا إلنا كمشجعين وأكيد لللاعبين وأكيد للاتحاد كرة القدم وأكيد للكادر الفني اللي رح يتولى أو اللي رح يستمر على كل حال بتمنى يعجبكم الفيديو تكون بصحة وخير وسلامة